بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه في مبدأ كل أمر ومنتهى خيركم من طال عمره وحسن عمله وختم له بحسن العاقبة روى ابن ماجة في سننه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فلا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ولذا كان من دعاء سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله أن يقول يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك وعلى طاعتك وكان يدعو ربه تبارك وتعالى اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة الأعمال بالخواتيم ربما يستطيع الإنسان أن يعيش في هذه الحياة فيعمل ويعمل ويعمل ولكن في الختام لا يحسن فمن تمنى أن يقف على نهاية عمله فعليه أن يحاول أن يكون من أهل حسن الخاتمة واسأل الله تعالى في سجودكم دائما اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين في خواتيم سورة الفرقان تحدث المولى تبارك وتعالى عن عباد الرحمن ثم تحدث عن الاستثناء بعد إلا فقال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات أرجو أن نتصور أن المولى تبارك وتعالى ربما في لحظة واحدة في لحظة صدق وإخلاص وتوبة وأوبة واستشعار الجلال والاعتراف بالتقصير والنقصان ومخافة الرد والخذلان والطمع في عفو الرحمن والندم على مكان يعفو ويصفح ويغفر سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر ما يقول الإنسان قال اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا إذا تاب الإنسان وأناب حتى وإن كان في الختام قبل أن يغرغر انظر وافهم وتأمل وتدبر ربك يربيك فافهم طالما لم يغرغر إذا تاب وأناب قبل الله التوبة ولكن قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا وربما يأتي العبد بذنوب كجبل أحد لكنه يتوب ويستغفر ويبكي ويندم وأستجير بربه سبحانه وتعالى وأستغيث يا مغيث أغثنا يا مجير أجرنا بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوي ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنيا يغرتني وعفوك شدني ما حيلتي في هذه أو ذاك لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوا وعصاك رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هداك رباه قلب تائب ناجاك أترده وترد صادق توبتي حاشاك ترفض تائبا حاشاك فليرضى عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك نعم مطلوب منا أن نسعى وأن نكتهد وأن نعمر وأن نعبد وأن نسجد وأن نقترب لكن الإنسان مسكين ربما يخطئ وربما يصيب ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا سئل الإمام سعيد بن المسيب رضي الله عنه من هم الأوابين؟ قال الأواب والذي يخطئ ثم يتوب ثم يخطئ ثم يتوب المخلص يختم المولى تبارك وتعالى له بخاتمة السعداء ويغفر له ما كان منه من تقصير ومن ذنب ويعفو عنه الصادق إذا سجد واقترب وقال لربه تبارك وتعالى يا رب قال الله جل وعلا لبيك عبدي أسجد أقترب واندم وتوب إلى الله واستغفر وما دمت تستغفر فإن الله يغفر سأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن الخاتمة وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا اللهم يا عالم السر منا لا تكشف السطر عنا وعافنا واعفو عنا وكن لنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن ذوينا السلام يا عالما لا يعلم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم